كما أكد الرئيس عبدالفتح السيسي أن الدولة لم تتدخر جهدا لحتوي أثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضعفتها الحرب الروسية الأوكرانية ولفت الرئيس السيسي لأنه لو لا استعددت الدولة المسبقة بإجراءات اقتصادية فاعلة لكانت أثار هذه الأزمة مضعفة ومؤثرة أنا أقدر تماما حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية أن نجمع عن الأثار الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضعفتها الحرب الروسية الأوكرانية كما أؤكد لكم أننا لم ندخر جهدا لاحتواء هذه الأثار السلبية بما نمتلك من قدرات وإمكانيات ولولا استعدادنا المسبقة بإجراءات اقتصادية فاعلة لكانت أثار هذه الأزمة مضاعفة ومؤثرة ولكننا بفضل من الله وبإدارة علمية وعملية دقيقة نجحنا في التعامل مع الأزمة ونتجاوز مراحلها الحرجة دون أن تتوقف عجلة الإنجاز أو تتعصر خطة التنمية وباتت بيننا ومعين تمام الانفراج خطوات إن شاء الله تكون معدودة